من مقر إقامة الوفد السوداني في العاصمة الفرنسية باريس كان لنا هذا اللقاء مع معالي وزير الإستثمار والتعاون الدولي الدكتور الهادي محمد إبراهيم أهلا بك دكتور مرحب يعني هذا المؤتمر لدعم المرحلة الانتقالية في السودان كان هو الأهم خلال هذا اليوم مخرجات المؤتمر وأنت وزير الإستثمار ماذا ترى هذه المخرجات بعد نهاية اليوم الأول من المؤتمر طيب بسم الله الرحمن الرحيم أولا نحيي الشعب المصري والشعب السوداني بعيد الفطرة المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى والعالم العربي كله ودولتين المصب السودان ومصر في منعة وعزة وكرامة المؤتمر فعلا هو اليوم الأول كان مخصص لجلسة متعلقة بدعم السودان فقدمت في هذه الجلسة خطابات وجرت حوارات في ملتغى رجال العمال السودانيين والمدعوين من الفرنسيين ناقشت الفرص الإستثمارية الموجودة والمطروحة في أربع قطاعات رئيسية وهي قطاع الطاغ والتعدين وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية وقطاع النقل والبنى التحتية إلى جانب الاتصالات والتحول الرغمي كان الحوار حوار جاد وكان الحضور تجاوب تبير جدا في دعم السودان في هذه المرحلة في الواقع أن هناك مشروعات كثيرة مطروحة هي ليست للمؤتمر باريس وإنها مطروحة لكل إخوتنا في العالم العربي والعالم الأفريقي ويمكن بعض الدول التي لم تحضر هذا المؤتمر نعتقد أن المخرجات كانت طيبة للغاية خاصة في الجلسة الثانية المتعلقة بموضوع الديون وموضوع تأهيل السودان في الاندماج في المجتمع الدولي فيما يتعلق بجوانب كبيرة جدا خاصة في الجانب المتعلق باستعداد السودان الآن وخلوة من كافة المسائل المتعلقة بالديون ومتأخرات الديون الخاصة بالبنك الدولي والخاصة بمنظمة النغضة الدولية النغاش كان جاد وقدمت مشروعات كبيرة طرحت للنغاش هناك أمل كبير جدا في أن تجد تجاوب من بعض المستثمرين خاصة في مجال الطاغة الشمسية وفي مجال النقل والبنى التحتية وفي مجال الاتصالات والتحول الرغمي هناك شركات أبدت الرغم في أن تستثمر في هذا الجانب في جلسة الديون حقيقة قدمت خطابات قوية جدا من دول العربية الشقيقة مصر والسعودية والأمارات بالوقوف إلى جانب السودان في دعم السودان في هذه الفترة الحرية ودعم مسيرة السودان في الانتقال السلس والانتقال الذي يعزز تزبيت المناخ الجديد الذي هو المتعلق به تكملة مطلوبات الفترة الانتقالية بتعزيز الديمقراطية وتحقيق السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة مع الوزير يعني هناك الشعب السوداني بينتظر أرقام محددة في هذا المؤتمر يعني كيف عن المخرجات ماذا عن المخرجات التي خرجت يعني هل هناك تقديم مساعدات محددة هناك خروض ميسرة هناك إزال الديون رقم أدئي يعني المؤتمر الآن بينتظر يعني هذا نعم هو طبعا المراحل بتاع اعفاء الديون هي بيتمر بمراحل المرحلة اللولة هي المرحلة المتعلقة بالديزيشن بوينت أو نقطة اتخاذ الغرار وديمكن يكون السودان بما قدموا من الإصلاحات في جوانب كبيرة في جانب الاتصادي اللي هو التشوهات اللي كانت موجودة بتوحيسي على الصرف ورفع الدعم وتخفيض الينفاق والمطلوبات التي كانت حقيقة وقع السودان مع صندوق اتفاق فعلى مستوى هذه الأشياء السودان أكمل كافة الجوانب المتبطة بنقطة اتخاذ الغرار وفعلا يعني السودان هو مؤخل تماما في الاندماج في المجتمع الدولي وتلقي اللي هو المساعدات في الجانب المتعلق بإلغاء الديون لكن المرحلة هي نفسها هذه المرحلة بعد مرحلة الديزيشن بوينت بتنتقل إلى مرحلة الكمبليشن بوينت أو النقطة الرئيسية بين السودان والدائنين أنفسهم وده في الغالب يتم في يونيو الغالب بإذن الله تعالى أما فيما يختص بالدعم المباشر الذي تلقاه السودان هو القرض التجسيري اللي هو بمليار وخمسمائة ألف مليون اللي هو ده لتقطية كافة دمين فرنسا طبعا لتقطية كافة أدخيرات الصندوق وكذلك تلقى يلقاء مباشر للديون من البريطانيا أسبانيا لكسنبورج الدول التي أعلنت اللي هي في وقت سابق إلقاء ديونها على السودان بريطانيا التزمت طبعا بتقطية كافة المتأخرات الخاصة بالبنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي نفسه هو قدم ما يسمى بتمويل مفتوح في حدوث 700 مليون لتمويل في جانب الطاقة وجانب الإتصالات إلى جانب طبعا هناك بعض المساعدات الكبيرة التي هي قدمت من الدول العربية والدعم المباشر الذي تم تقديمه الحديث حولي كم تلقى السودان في هذا الجانب نحن نكون حرسين جدا أنه لحين ما نصل لنقطة نهاية نقطة التي تكملت كافة الإجراءات التي هي في الشهر الستة الغادم ونتوقع أنه في ذاك الوقت أنه السودان يحصل على جزء كبير جدا من هذه الديون ويتم إلغاء بإذن الله تعالى والصندوق أعلن بمجرد ما تلغى هذه الديون السودان يكون مؤهل في أن يسحب في الـ Special Drawing Rights حوالي 50 مليار التي تكون متاحة كقروض للتمويل في بعض المشروعات المهمة خاصة المطروحة في مؤتمر باريس نحن على صعيد المؤتمر تناقشنا مع عدد كبير من المستثمرين في جوانب مرتبطة باستثمار في جانب التعدين وفي استثمار في جانب الزراعي أيضا لكن كل المذكرات التي يعرضت فيها غير الدراسة وإن شاء الله حينما نرجع إلى العاصمة القومية بإذن الله تعالى سنبت في هذا العمر أنا دار أأكد تماما أن استعدادنا للمؤتمر كان هو ليس فقط بالمشروعات التي أنا ذكرتها وإنما هناك مشروعات كبيرة جدا مطروحة هي لم تعرضت في المؤتمر وإنما عرضت في موقع الوزارة وبإذن الله تعالى هذه المشروعات في جوانب المذكورة في الزراعة في النقل سكك الحديد في تعهيل المواني في جوانب عندها ارتباط كبير جدا بالطرق والجسور ومطارات وفي النقل النهري وغيره هذه كلها مطروحة للإستثمار وحقيقة هذه مطروحة ومفتوحة لكل العالم إن شاء الله يعني استثمر فيها مع الوزير كيف ترى مشاندة مصر أو ماذا تتوقع أو تنتظر مشاندة مصر فيه الدعم السودان في الفترة النقلية على صعيد الاستثمار أولا مساعدة الشقيقة مصر كان واضح جدا في الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح عبد الفتاح السيسي هذا الخطاب هو تحدث فيه بصراحة شديدة جدا عن وقوف مصر مع السودان وهذا شيء محمود جدا خاصة ولمصر يعني علاقة وطيضة جدا بالسودان ونحن نأمل في الفترة القادمة أنه نزلل كافة الصعاب المتعلقة بالتأخير في بعض الاستثمارات وفي جوانب أيضا مرتبطة باتفاقات أو إعلان كان مسبق من الشقيقة مصر في موضوع زيادة المد الكهربائي وعمل السكاحديد وكافة المسائل التي النعم فدينا نحن نتوقع فيه أنه يحصل فيها تحرق كبير جدا لكن الدعم المصري كان دعم مباشر في مساندة السودان في قمة الرؤساء الخطاب كان واضح جدا حدد مرتكزات أساسية للتعاون وحدد دعم غير محدود من الشقيقة مصري للسودان مع الوزنة متفائل بمخرجات هذا المؤتمر وحقيقة أنا يمكن لو قيل كلمة متفائل دي بسيطة جدا أنا حقيقة متيقن أنه الدعم الذي قال السودان لم يحظى به في خلال الستين سبعين عام الماضية لأن المجتمع الدولي كله إلى جانب الدولة الرائعة فرنسا كانت حقيقة قادة هذا الملتغى بمهنية عالية جدا وباحترافية وحقيقة كان لها دور كبير جدا في توجيه كثير من الدول التي تتعاطف مع قضية السودان خاصة مع هذه الثورة العظيمة التي حدثت في السنتين الماضيتين وده بأكد تماما أنه نحن توقعاتنا كبيرة جدا مش فقط من هذا المؤتمر وإنما بالاتصالات الجارية الآن بينه بين كثير من الدول التي لم تحضر هذا المؤتمر وبينه بين الأشقاء العرب في كثير من المشروعات المطروحة ونحن حقيقة زي الحكمة ظلت المؤمن فأينما جانا مستثمر اللي هو ودل بن حبزه يعني من الدول الشقيقة بالأولوية وكل الإمكانيات المتاحة هي متاحة للجميع إن شاء الله إلى جانب طبعا تفاولنا هو بيمتد في إننا أصبحنا جزو من المنظومة الدولية ده حرمنا من هذا العمل لسلاثين أو يزيد من العوام نحن مبتعدين تماما من كافة أشكال المساندة الدولية الآن السودان أصبح مؤخل تماما وكجزء من المنظومة الدولية فيهنه بإمتاز وباستفيد من كافة الإمكانيات المطروحة في المنظمات المالية الكبيرة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكافة المؤسسات المالية العربية والأفريقية وده حقيقة جاء بالمجفوذة الكبير جدا البازالة الحكومة في الفترة الماضية والخطاب الجيد المدروس وفيه الخطة الواضحة جدا للانتقال في هذه المرحلة الحارجة من السودان شكرا جدا مع الوزير شرفتين بارك الله فيك شكرا توفيق